تحية لكل حد بيساهم في توصيق وتخليط ذكرى نصر اكتوبر العظيمي النصر الأهم والأغلى في تاريخنا الحديث زمان وونستان تشيرشل قال التاريخ يكتبه المنتصرون لكن دلوقتي للأسف كتابة التاريخ بقت متاحة لأي حد خاصة أننا في عصر السوشيال ميديا وتداول الأخبار بقى أسهل وأسرع بكتير فتلاقي ناس عينوا نفسهم مؤرخين على صفحتهم كل واحد يكتب اللي هو عايزه فتلاقي واحد كاتب والله كيلو بطرة من أصول أفريقية حضرتك عندك دليل على ده؟ قولك لأ دي جدعانة مني تلاقي حد تاني كاتب لأ لو رجوعا للتاريخ اسألنا أنا الأهرامات بنوها فضائيين تلاقي في واحد تاني كاتب أنا عندي حجة أن الأرض اللي احنا عايشين عليها دي مسطحة مش كروية لأ كل واحد يكتب النسخة الخاصة بيه من التاريخ دون الرجوع لأي مصادر يعني لما نلاقي النهاردة بعد خمسين سنة على نصر أكتوبر وانسحاب إسرائيل من سينة بالكامل لسه في ناس بتنزل فوستات بتشكك أن مصر هي لكسبة الحرب وما المكسب في الحروب بيتأسس زي بعدد اللايقات عشان كده يوم زي النهاردة مهم جداً مهم نتجمع ونحكي تاريخنا زي ما حصل مهم أن نفتكر أبطالنا وجنودنا عشان تفضل الحقيقة موجودة بالسان لحضرها ونفضل إحنا جيل بيسلمها الجيل وبنوصقها بأفلام وبأغانية هتفضل عايشة بتحكي تاريخنا مهم أن نفتكر جنودنا وأبطالنا اللي كانوا شباب ساعتها بالمناسبة والشباب دول كان لسه عمره قدامه بس محدش فيهم مختارش بلده ومختارش أن هو يواجه الموت في كل لحظة عشان يرجع أردنى والشباب دول كمان بالمناسبة ما كانش على أيامهم سوشيال ميديا كانوا بيبعتوا جوابات يمكن أنا ما حضرتش الجوابات بس الجواب ساعتها كان له خصوصية بخط إيد اللي كاتبه وكان بيبقى فرح لما ساعي البريد يبقى جايب جواب من جندي مقاتل على الجابهة جواب ملخص فيه كل المشاعر الصدقة جواب بسيط لأمه مسلم فيه على الأهل والقرايب والعيلة والصحاب فرد فرد جواب من القلب للقلب أكتوبر 73 خمسون عاماً على النصر المديد